عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي استهل المجلس أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه معالي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بشأن نتائج مشاركته ضمن الوفد المرافق لسموه رئيس مجلس الوزراء في زيارته للجمهورية التركية الصديقة مؤخرا والتي تناولت استعراض علاقات التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري مع التطلع لمواصلة العمل من أجل الارتقاء بهذا التعاون في شتى المجالات لآفاق أوسع بين البلدين الصديقين كما استعرض الجانبين المستجدات الأخيرة في مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك واتفق على أهمية استمرار دعم جميع المساعر الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام الدوليين كما حاطم عليه المجلس علما من نتائج مشاركته ضمن الوفد المرافق لسموه رئيس مجلس الوزراء لحضور اجتماع الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي عبر فيها سموه من خلال كلمة وفد دولة الكويت أمام الدورة عن مواقف دولة الكويت إزاء مختلف القضايا والموضوعات ودعا فيها كذلك المجتمع الدولي للتعاون مع المنظمة الدولية عبر مؤسساتها المختلفة لتنفيذ برامجها التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وتكيد على التعايش السلمي بين كافة الشعوب والتواصل الثقافي وتحقيق التقدم والازدهار في العالم وأكد عزم الكويت على مؤزرة جهود الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في العالم ودعم جهود التنمية التي توفر الحياة الكريمة لمختلف الشعوب ثم حاطم عليه المجلس علما من نتائج مشاركته في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي عقد على همش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي تم فيه مناقشة التهديدات والتحديات الجسيمة التي يشهدها العالم الإسلامي الأمر الذي يحتم على الجميع بدل المزيد من الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في العالم العربي والإسلامي وشرح للمجلس كذلك نتائج مشاركته في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري والذي تم خلاله مناقشة أهم القضايا التي تهم الأمة العربية ومن أبرزها القضية الفلسطينية وتطورات الأزمة السورية والوضع في العراق واليمن وليبيا كما حاطم عليه المجلس علما بنتائج مشاركته في اجتماع رسم السلام للتحالف الدولي لهزيمة ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي حول العراق والذي استهدف بحث سبل إرساء السلام في العراق عبر تأمين عناصر الاستقرار بعد الانتصارات التي تم تحقيقها في دحر داعش من كافة المناطق التي كان يسيطر عليها ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير عن طلب الإدارة العامة للجمارك تواجد الجهات المعنية بالإفراج الجمركي عن البضائع في المراكز الجمركية لتسهيل الإجراءات وقرر المجلس تكليف الإدارة العامة للجمارك بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية بتسهيل وتسريع عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة وتأمين الربط الإلكتروني وبما يسهم في خدمة التيسير التجاري ورفع تقرير بهذا الشأن إلى لجنة رفع كفاءة العمل بالموانئ التي يترأسها وزير النفط ووزير الكهرباء والماء كما اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن تدليل معوقات تطوير مرافق شركة المشروعات السياحية على الواجهة البحرية وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية تضم في عضويتها كل من الجهات التالية وزارة الداخلية بلدية الكويت شركة المشروعات السياحية وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لتتولى مسؤولية الإشراف على تدليل كافة المعوقات والعراقيل التي تعيق تنفيذ مشروعات تطوير مرافق شركة المشروعات السياحية ومعالجتها بالحلول المناسبة ومتابعة وتسهيل استصدار التراخيس والقرارات اللازمة لهذا الغرض واخلاء المواقع التابعة للشركة من كاتب معوقات تنفيذ مشاريعها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بإشان نظام أملاك الدولة والنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن وموافاة مجلس الوزراء بالنتائج والتوصيات التي تسفر عنها اجتماعات اللجنة بإشان الموضوع وخلال شهر من تاريخه هذا وقد اعتمد المجلس مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة لدور الانعقاد في الرابع والعشرين من أكتوبر القادم ورفعه لسمو نائب الأمير حفظه الله ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي كما تابع المجلس بعميق الأسف الزلزال الذي ضرب جمهورية المكسيك الصديقة مؤخرا والذي راح ضحيته العديد من القتلى والجرحى وخلف أدرانا مادية جسيمة وقد عبر المجلس عن صادق تعازيه ومواساته لجمهورية المكسيك رئيسا وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا خاصة كما أبن المجلس أفور له بإذن الله حمد مبارك العيار عضو مجلس الأمة والوزير السابق الذي انتقل إلى رحمة الله مؤخرا والمجلس إذ يستذكر بالتقدير جهوده المخلصة وإسهاماته الوطنية على مختلف الأصعدة في خدمة قضايا وطنه لا يتوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وإسكنه فسيح جنته